السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ويقول عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلة الخمر نصان من بين نصوص كثيرة تذكر علامات الساعة في معرض التحذير والتنبيه ويحصل اليوم أن العالم يشهد تغيرات كبيرة وأحداث عظيمة من زلازل وحرائق وفيضانات وحروب وما يرافق ذلك من تغير مناخي يثير في الدول الكبرى الخوف من المصير الذي يكتنف الكوكب الذي نعيش عليه كل ذلك يعطي مزيد أهمية للحديث عن علامات الساعة في ضوء العقيدة الإسلامية وعن المقارنة بين المنهج الإسلامي في تقرير أمارات الساعة والمنهج الغربي الذي يحوي عددا غير قليل من النظريات التي تتحدث عن نهاية العالم مشاهدين الكرام هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع الدكتور حاتم عبدالعظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور حاتم أهلا وسهلا ومرحبا أخي الأستاذ جهاد والمشاهدين الكرام حياكم الله بداية دكتور ماذا يعنى بعلامات الساعة وماذا عن أنواعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وآله وصحبه والتابعين وبعد علامات الساعة أي الأشراط والدلائل التي إذا ظهرت وتوفرت دلت إما على قرب حصول الساعة وحدوثها ونهاية الدنيا وإما على أن ذلك قد بدأ بالفعل ومن ثم هي دلائل وإشارات أقامها لنا ديننا وأخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى حتى نعلم اقتراب الساعة اقترابا وشيكا أو نعلم حتى بداية قيامتها لذلك فإن المسلم يتحرى هذه العلامات ويتعامل معها بحزر شديد لأن حصولها إيزان بنهاية هذه الحياة وبانتقال الناس إلى الآخرة وكل دين أخي الكريم قدم لأتباعه تصورا عن نهاية الحياة كل دين حتى الأديان الوضعية المزعومة لا يخلو دين منها من تصور عن أحداث آخر الزمان وعن نهاية هذه الحياة فذلك أحد الأسئلة الوجودية الكبرى التي لا يطمئن القلب إلى عقيدة ما إلا إذا قدمت له إجابة مقنعة عن هذا السؤال لذلك فإن النص الإسلامي كتابا وسنة خاصة السنة النبوية زاخرة بشواهد علامات الساعة الصغرى والكبرى وملئة بها والعلامات على ذكر سؤالك الكريم على نوعين كما يعني هو معلوم للكافة علامات صغرى يدل حدوثها على اقتراب الساعة يدل حدوثها على أن البشرية تخطو وتسير نحو النهاية لكن الميزان الزماني بينها وبين الساعة غير معلوم لنا وهي علامات تدريجية قد بدأت حقيقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعثة النبي من علامات الساعة لماذا؟ لأن هذا النبي الكريم عليه صلى الله عليه وسلم وتسليماته مذكور في الكتب السابقة وفي النبوات السابقة بأنه نبي آخر الزمان وقد سبق صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن أربعمائة ألف نبي كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد فالأرض شهدت قبل هذه النبوة مئات الآلاف النبوات جماً غفيراً من الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الأنبياء حدثوا أقوامهم وأممهم عن نبي آخر الزمان الذي يكون على أعتاب الساعة فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاتها علامة من علامات الساعة الصغرى ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه أخبرنا بعدد ضخم عدد كبير من العلامات الصغرى يربو ويزيد على مئة علامة ربما أكثر من ذلك بكثير يعني محاولة حصر العلامات الصغرى من السنة النبوية محاولة صعبة جداً لأنها كثيرة كسرة بالغة وهذه العلامات الصغرى تتدرج منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا تتدرج وتحصل واحدة بعد الأخرى وكل علامة منها تدل على اقتراب الساعة وعلى أننا نسير نحوها كما قلت ثم إن القسم الثاني من العلامات هو العلامات الكبرى والعلامات الكبرى عشرة يدل حصولها على أن الناس لم يعودوا يقتربون فقط من الساعة وإنما أصبحوا حقيقة على مشارف الساعة وأن ساعتها قد دقت ولذلك فإن هذه العلامات الكبرى نفسها ثلاثة على قسمين قسم يدل على أن ساعة باتت وشيكة جداً لكن أحداث الساعة لم تبدأ بعد وقسم آخر يدل على بداية أحداث الساعة وانهدام بنية ذلك الكون أعني ثلاثة منها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة تكلم الناس والدخان والنار التي تحشر الناس تخرج من المشرق تحشر الناس أو تسوق الناس إلى محشرين هذه الثلاثة العلامات الأخيرة من العلامات الكبرى هي لا تكون إلا بعد بداية أحداث الساعة فعلاً لذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب العمل وأغلق باب التوبة ولم يعد ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً والبشرية الآن تشهد تتابعاً سريعاً جداً للعلامات الصغرة يعني لو أردنا أن نقول أين نحن الآن من ميزان العلامات نقول أنه نحن نشهد تتابع وتسارع العلامات الصغرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منها إلا الشوت الأخير وهي في هذه المرحلة يقعها سريع جداً ومتتابعة وهذه أيضاً أمارة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأخير العلامات تتابع بسرعة غير التي كانت طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أذنت لي دكتور حاتم فيما يتعلق من أحداث اليوم سأبحثها معك بالتفصيل بعد قليل وربطها بعلامات الساعة من عدمه لكن قبل ذلك ثمت علامات مرتبطة بأحوال الناس وبأخلاقهم من ذلك اختلال المقيس واختلال المفاهيم وكثرة الهرج والمرج وهو القتل وإسناد الأمر إلى غيره وموت الفجأ هذه كلها على ما تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألف واربعمائة عام حيث لم يكن لها أثر في الحياة في ذلك الوقت وهي اليوم تتحقق السؤال هو هذه الأحداث ربما بعد النبي ببضع سنين بعقود أو ببضع قرون ربما تكررت هذه الأمور مثلاً في دخول المغول إلى بلاد المسلمين وعيثهم فساداً فيها السؤال هو إذا ما كانت هذه الأحداث تتكرر في كل زمان ومكان أو على الأقل منذ ستة أو سبعة قرون فكيف الضابط كيف نفهم أن هذه الأحداث هي علامات الساعة وليست متكررة تاريخياً تمام هو لا أليس هناك ما يمنع أخي الكريم من أن تتكرر علامة من العلامات أو تمتد خلينا نذكر بأن العلامات سواء الصورة أو الكبرى ثلاثة أقسام حيث موضوعها وصورتها الصورة الأولى كما تفضلت في تقدمتك الكريمة الآن هي العلامات المتعلقة بالاجتماع والسلوك الإنساني أنه قواعد الاجتماع الإنساني والسلوك الإنساني والقيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية التي تواطأ عليها البشر من زمان آدم عليه السلام تأتي في هذه المرحلة وتختل وتنقلب انقلاب المعايير والموازين المتعلقة بالاجتماع الإنساني وبالحالي البشرية فتجدوا أن الأصل مثلا أنه فيه تراحم بين زو الأرحام والأقارب فتحول هذا التراحم إلى قطيع أنه فيه احترام للوالدين ومحبة فطرية وضعها الله في نفوس الناس تتحول إلى عقوق أنه يؤذى الجيران أنه يوسد الأمر إلى غير أهله أنه يكون الحكام شرار الناس ويكون الوزراء كذبة أو خونا ويكون الفقهاء كذبة ويكون القضاء ظلمة ففيه اختلال وانكسار وانقلاب في معايير السلوك الإنساني والاجتماع الإنساني حتى أنه العلاقة داخل الأسرة تنقلب تتحول البنت إلى سيدة على أمها كما جاء في بعض الأحاديث يتحول العراه الحفاء البدو والرعاة الشاء يتحولون إلى أكثر الناس حيازة للمال ويبنون المباني المتطاولة يتطولون في البنيان وكل هذه الشواهد تضعوها تحت عنوان واحد وهو اختلال المعايير الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية إن شئ على كل مستوياتها الفردية والأسرية والجماعية والسياسية وإلى آخر الظاهرة الثانية والقسم الثاني من أقسام العلامات الصغرى والكبرى هو اختلال موازين الحياة الطبيعية موازين الطبيعة وخروجها عن طبيعتها وصورتي المعتادة إلى شيء غير الذي اعتدوا والناس وعرفوه ومن ذلك كسرت البراكين والأعاصير والأوبئة والزلازل وانتفاخ الأهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسارع الزمان حتى يكون العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة إذن فيه متغيرات لها علاقة بطبيعة الكون الذي نعيش فيه وإنه هناك متغيرات في النظام المعتاد لهذا الكون تبدأ صغيرة ثم تصل إلى نهايتها بإنعكاس أوضاع هذا الكون بطلوع الشمس من مغربها وبأحداث القيامة ذاتها الصورة الثالثة من صور العلامات أخي الكريم هي الملاحم المتعلقة بالحروب الكثيرة المتتابعة التي يكسر فيها الموت والنبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا الملاحمة الكبرى التي لها علاقة بأحداث الساعة تسمية فتقى حروب كثيرة نعم لكن السؤال كيف تصنف ضمن علامات الساعة الجواب إذا كانت واردة ضمن الملاحم التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها مؤشرا على اقتراب الساعة ومن ثم مثلا فإن تحرير بيت المقدس الذي وقع في زمان عمر رضي الله عنه عده النبي علامة من علامات الساعة ثم حدثنا عن معارك بعينها في أحاديث سابتة صحيحة هي من مؤشرات الساعة من علاماتها كتلك المعركة كذلك الصلح الآمن الذي يكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان ثم بمجب هذا الصلح يقاتلون عدوا من ورائهم عدوا آخر فينتصرون عليه ثم تغضر الروم بعد ذلك فتكون الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم قبل هذه الملحمة الكبرى في معركة أخرى وهي معركة تحرير بيت المقدس فمعركة تحرير بيت المقدس من الملاحم التي من أمرات الساعة لا تقوم الساعة حتى إذن أمرات الساعة يقاتل المسلمون اليهود ثم بعد ذلك المعركة التي تجمع المسلمين والروم في جهة أمام عدو آخر من ورائم في جهة أخرى فانتصروا المسلمون وأحلافهم من الروم هذه من علامات الساعة ثم الملحمة الكبرى التي يعقوبها إعلان الخلافة الإسلامية العالمية وهي انتصار المسلمين على الروم ثم معركة العراق معركة كنز الفرات التي قبل ذلك أيضا وهي بين جيوش العالم الكبرى جميعا وليس المسلمون جزءا منها وقد حذرنا النبي أن نكون جزءا منها إذن الملاحم التي هي من علامات الساعة ملاحم معينة محددة ذكر النبي أوصافها وأماكنها وأطرافها فإذا وقعت نعلم أنها من علامات الساعة وهذه الملاحم تقع أكثر ويعني يقع في نهاية العلامات الصغرى وأكثر العلامات الصغرى التي لم تتحقق حتى الآن لها علاقة بهذه الملاحم الكبرى التي أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنها تكون في آخر الزمان طيب دكتور حاتم الآن يعني درجة بين المسلمين كثير من المسلمين الذين يقومون بحسابات رقمية فيتنبؤون بأن في هذا الوقت سيحصل كذا وفي هذا الوقت سيحصل كذا أو أن العلامات الكبرى ستبدأ في الوقوع بعد سنين كذا إلى خير ما مدى من الناحية الشرعية ما مدى صحة أو جواز الحديث في مثل هذه المسائل التحديد الزماني يعني هناك عدة محاذير ينبغي أن ينتبه علي الناس خاصة شباب الباحثين وهم يتعملون مع حديث آخر الزمان وعلامات الساعة أول وازيء المحاذير أن كل هذا العلم الواسع الذي ألفت فيه كتب وصنفت فيه أجزاء من كتب الحديث وكتب السنة رغم كسرة الروايات وكسرة الإشارات النبوية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله القرآن الكريم أخبرنا أنه لا يمكن تحديد موعد الساعة أبدا وقد قال الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو وقال لنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك وكأنك تعلم يعني يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما المسؤول عنها في حديث جبريل سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلامة من السائل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلام من السائل لا أنا ولا أنت نعلم موعدها لكن من أماراتها وأشراطها كذا وكذا وكذا إذن كل البشرية مأزون لها أن تعلم الأشراط والعلامات وكل البشرية بل كل الخلائق بما في ذلك الملائكة المقربون غير مأزون لهم في معرفة الموعد فكل محاولة لاستخراج والصنباط موعد الساعة سواء باستدلال حسابي باستدلال زماني بمحاولة تأويل الأحاديث محاولة تأويل الآيات بتفسير رقمي أو عددي لآيات القرآن الكريم كل هذه محاولات بائسة وباطلة لأنها تعارض عموميات قرآنية قاطعة آيات قاطعة في القرآن الكريم وأحاديث سابتة في السنة النبوية تنفي مطلقا أن يمكن لأحد من البشر تحديد موعد الساعة أو حتى بصورة تقريبية هذا غير ممكن إذن خلينا نتعامل في ضوء ما يمكننا أن نتعامل فيه واستقراء العلامات التي تقول لنا اقتربت الساعة وأما تحديد الموعد فهذا أمر خطأ وخطير الأمر الثاني في هذه المحاذير في رأيه أن بعض الناس يحاولون إسقاط واقعة جزئية في واقعنا المعاصر يسقطون علي نصا جزئيا من النصوص الوالدة في أحداث آخر الزمان أحداث آخر الزمان تتحدث عن شخصيات وأحداث آخر الزمان في السنة النبوية تتحدث عن معارك وأحداث آخر الزمان في السنة النبوية تتحدث عن أحداث تقع في كل بلد من البلدان تمام؟ فسمت أحداث وردت في السنة النبوية تقع في العراق وأخرى تقع في الحجاز وسالسة تقع في بلاد الشام دمشق وما حولها وأخرى تقع في مصر وأحداث في القسطنطينية كل هذه الأحداث مذكورة في السنة النبوية فيأتي واحد ويرى تشابها ظاهريا بين حدث الماء وقع في الواقع وبين إشارة في السنة النبوية فيجزم أن هذا هو المقصود وبالتالي أنه سيترتب عليه كذا وكذا وكذا من أحداث الساعة ثم يبين الأمر على خلاف ذلك وقد تكرر هذا تكررا كثيرا وهذه المجازفة وتعجل في الاستنتاج وفي الإسقاط وأنا أقول أن أحداث الساعة كما جاءت في البشارات النبوية لا تعمل فراداء ولا يجوز قراءتها قراءة جزئية ولا تنزيلها تنزيلا جزئيا إنما تحتاج إلى قراءة كلية تحتاج إلى تفسير للرموز التي وردت فيها وكثير من الأحاديث في آخر الساعة فيها رموز يجب أن تحل يجب أن تفسر لا تؤخذ على ظاهرية ولا على عواهنية كما أن الآيات تعمل متأذرة تعمل متكاملة فلا يجوز اجتزاؤها ولا اجتزاؤ الأحداث ولا القطع بأن هذه الآية يقصد بها هذا الحدث بعينه فإن ذلك غير ممكن اللهم إلا إذا كانت من الظهور بحيث لا يختلف عليها الناس ولا تختلف عليها العقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه العالمات الساعة تحرير بيت المقدس عندما تحرر بيت المقدس لن يختلف أحد على أنها حررت إنما مثلا أن يكون شخص اسمه السوفياني في أحداث آخر الزمن أو اسمه الأبقع أو اسمه كذا أو كذا جاء في الأحاديث فتجد هنا ثانية سارعه أو وصف واحد في معركة معارك بأنه أعرج فيأتي واحد أعرج والعرج يعني إن حصلوا في واحد فهناك نوع من المجازفة غلب على كل الذين كتبوا في هذا الفن وحاولوا أن يأتوا بما لم تأتي به الأوائل فأساو أكثر مما أحسنوا وأخطأوا في فهم النصوص وأخطأوا في تنزيله على الواقع هذه المجازفة يأتي عليها أحيانا كثيرة دكتور حاتم ممن يحسنوا ظنوا بهم ويظنوا أنهم على خير من المسلمين ومن الدعاة ما محاذير أو مخاطر أو أخطار يعني عواقب هذه المجازفة كما أسميتها ينبغي أن ننتبه نحن طلاب العلم الشرعي إلى أننا قد نفتن الناس في دينهم من حيث لا نشعر عندما نطلع يطلع واحد يخرج واحد من الموسوقين كما تفضل ويقول إن الحدث الفلاني هو المذكور في حديث كذا وسوف يترتب عليه كذا وكذا وهذا يدل على أننا في مرحلة كذا يعني يجزم ويقطع بتفسير محتمل تماما يعني ليس قطعيا ولا يقينيا ألبتة لكنه مجرد ظن ومجرد احتمال فيحول هذا الظن إلى يقين وإلى قطع ويملأ به أسماع الناس ثم بعد ذلك تدور الأيام ويأتي الأمر على خلاف ما ذكر ولا تترتب النتائج التي ذكرها ولا الآثار التي حكاها للناس واستخرجها من الحديث فماذا يفعل عوام الناس حينها؟ يتشككون أصلا في مدى صدقية هذه الروايات ومدى صدقية السنة النبوية ومدى صدقية الدين أحيانا ويفتنون في دينهم لأن الأخبار التي أخبروا بها باسم الدين لم تقع كما وصفت أي فتنة هذه تعرض لها الناس ولذلك على طلاب العلم الشرعي أن يكونوا حذرين من هذا المزلق الخطير فلا يتسرعون في التأويل ولا يتساهلون في التنزيل ولا يعتمدون على المشابهة الظاهرة دون القراءة الكلية الوعية لمجموع الآيات وتتابعها وعلاقة بعضها ببعض وما وقع منها وما لم يقع يعني نحن يا أخي الكريم باختصار شديد ما زال أمامنا شوط من الآيات الصغرى لم يتحقق بعد وهذا الشوط صحيح قد يكون متسارعا لكن أنا لا أستطيع أن أجازف بالحديث عن شيء بأي كلمة عن العلمات الكبرى وعندي عشرات العلمات الصغرى لم تقع بعد لا يمكن أن يكون هناك عاقل يجازف هذه المجازفة ويتحدث كما فعل بعضهم عن نهاية الزمان أو عن موعد الساعة أو عن حتى مواقيت للعلمات الكبرى كأن يحدد أن المزنب سيضرب الأرض في عام كذا تبعا لإرهاصات عند الفلكيين كثيرا ما تخطئ وكثيرا ما تكذب وبالتالي فإنه سيعقبه بعدها بكم سنة طلوع الشمس من مغربي هذا كله كلام ساقط لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن القطع به ومن الأخطاء محاولة الجزم بشيء من علامات الساعة الكبرى لم تظهر علاماته وأماراته بالكامل ولم يصل عند الشرعيين الذين يعرفون النصوص جيدا يعني لم يصل إلى مستوى القطع واليقين فيما يتعلق بالعلامات الكبرى والعلامات الصغرى هل يتوقف تحقق العلامات الكبرى على حصول وتحقق كامل العلامات الصغرى أم ليس شرعا نعم العلامات الصغرى ستحدث جميعا قبل بداية العلامات الكبرى وهناك أيضا مرحلة فاصلة بين نهاية العلامات الصغرى وبين بداية العلامات الكبرى نستطيع أن نقول أن هذه المرحلة الفاصلة مرحلة الخلافة الرشدة الموعودة في آخر الزمان قيام نواة الدولة الإسلامية الأولى بتحرير بيت المقدس ثم تحولها إلى خلافة عالمية بعد الملحمة الكبرى واستقرار الحال الإنسانية وامتلاء الأرض عدلا وإخراج الأرض كنوزها ووصول الحال البشرية إلى مستوى من التحضر ومستوى من السلام ومستوى من تكريم الإنسان ومستوى من الأخوة الإنسانية الحقيقية ومستوى من سيادة القيم الفاضلة التي غابت طويلا عن الأرض على كل أرجاء المعمورة على كل أرجاء الأرض وتعيش البشرية هذه المرحلة الوادعة الكريمة حتى يكون بداية ظهور العلامات الصغرى بظهور المسيح الكبرى بظهور المسيح الدجال ثم نزول المسيح حيسى بن مريم ثم الدخان والخصوف الثلاثة ثم بعد ذلك تتتابع يأجوج ومأجوج تتتابع العلامات الكبرى في نهاية تازيل خلافة فبداية الخلافة الراشدة هي نهاية للعلامات الصغرى ونهاية الخلافة الراشدة المعودة في آخر الزمن هي بداية للعلامات الكبرى اليوم يشهد الكوكب دكتور حاتم الذي نعيشه جملة من المتغيرات الكبيرة حقيقة يعني لا يعرف في التاريخ أن الزلازل والحرائق والحروب والفيضانات اجتمعت في وقت واحد مثل ما هي عليه الحال في يومين هذا السؤال هو إلى أي مدى يمكن ربط هذه المتغيرات الطبيعية بأشراط الساعة؟ طبعا يمكن ربطها فمن علامات الساعة الصغرى أن نظام الحياة المعتاد يتغير تغيرات غير مؤثرة في بقاء الحياة لا يترتب عليها زوال الحياة لكن نظام الحياة يتغير فتكسر كما تفضلت الزلازل والأعصير والبراكين والرياح المدمرة وتكسر الأوبئة والظواهر الطبيعية غير المعتادة كل هذا يحصل وتغير شكل الأهلة كما قلت وكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة انتفاخ الأهلة يكبرها عن حجمها المعتاد وهذه لم نرها بعد وبالتالي نعم من علامات الساعة انتشار كل الظواهر الطبيعية غير المعتادة فكسرة البركين تدل على ذلك على اقترابها وكسرة الزلازل وكسرة الأعصير وكسرة الأوبئة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشدعي يا عوف أعدت بين يدي الساعة ستا ولهن موت نبيك قال عوف فاستبكيت بكى حزنا يعني وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكتني وقلق الإحدى والثانية فتح بيت المقدس وقد كان ذلك في زمان عمر والثالثة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم إنه يحصل وباء وأهل العلم يتكلمون عن أن الأوبئة في آخر الزمان متكررة مستفيدة تحصل أكثر مرة أكثر من موجة وليس وباء واحدا فنعم كل هذه من شواهد علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجموعها دليل على تسارع وتيرة العلامات الصغرى يعني تكرر هذه الأحداث بهذه الصورة التي وصفتها دليل على أن وتيرة العلامات الصغرى باتت أسرع مما كانت عليه في العقود الماضية ربما في القرون الماضية كنت في بداية مستهل هذه الحلقة تريد أن تتحدث عن العلامات التي لم يأذن الله بظهورها العلامات الصغرى التي لم تحدث بعد وهي في طريقها إلى الحدوث في ضوء المتوالي التي نشهدها طعم هناك علامات كثيرة من العلامات الصغرى لم يأين أوانها بعد ولم نرها بعد ومنها مثلا بعض العلامات الطبيعية ومنها أيضا علامات متعلقة بالملاحم أكثرها أكثر العلامات الباقية من العلامات الصغرى يعلامات الملاحم المعارك التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا نحن لم نرى حتى الآن انتفاخ الأهل لم نرى الهلال يخرج لليلة أو ليلتين كبيرا أكبر بكثير من حجم المعتاد كذلك كل الملاحم أي المعارك الكبرى الموصوفة في آخر الزمان لم نرها تقع بعد ويبدو لي والله أعلم أن ترتيب هذه الملاحم سيكون على النحو الآتي أولها تحرير المسلمين لبيت المقدس وقيمنا وأهل دولة إسلامية هناك ستكون بعد ذلك عاصمة للخلافة الكبرى التي سيصل إليها المسلمون كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حزيفة وحديث أبي عبيدة ثم تكون جبرية صلعاء أو ثم يكون ملك جبري لا متعلق فيه لأحد وبعد كده قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهج النبو فأول الملاحم قيام الدولة الإسلامية نواة الدولة الإسلامية في بيت المقدس وهذه تحرير بيت المقدس وعلامة مهمة من علامات الساعة الصغرى ثم بعد ذلك المعركة التي تكون في العراق التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم معركة الفراط يحسر الفراط عن كنز من ذهب وتجتمع جيوش العالم للتقاتل حوله وقد حذرنا النبي من حضور هذه المعركة فإنهم يقتتلون فيها حتى يتفانوا ويقتلوا من كل تسعة سبعة كما جاء في الحديث عند مسلم ثم بعد ذلك بعد هذه الملحمة التي يتفانى فيها الناس ويعني تكون مقتل عظيمة جدا نسأل الله أن يسلم المسلمين منها ومن كل شر تكون بعد ذلك معركة المسلمين تصالحون الروم صلحا آمنا بعدها تكون معركة للمسلمين والروم مع عدو من ورائهم وقد قال النبي في بعض الإشارات أنه عدو يأتي من قبل الشرق فقال صلى الله عليه وسلم الفتنة من المشرق وأشار في مرة أخرى بيده إلى جهة الشرق وقال الفتنة منها هنا فيأتي هذا العدو ويتحالف المسلمون والروم أن تصلون عليه في أيضا معركة ثالثة أو رابعة تدل على اقتراب علامات الساعة الكبرى ثم بعد ذلك الملحمة اللي بين المسلمين والروم والتي يتم في أعقابها إعلان الخلافة للسلام العالمي وبالتالي في أحداث كل هذه أحداث وعلامات للساعة الصغرى ثم قيام هذه الخلافة وامتلاء الأرض عدلا وكسرة المال حتى يسير الرجل بالصدقة فلا أجل من يقبضها وحتى يمر الرجل على مثل الأسطوان من الزهب عمود من الزهب أخرجته الأرض فيقول على مثل هذا كان الناس يتقاتلون ويترك ويمضي وحتى يكون من خلفاء الأمة في هذه المرحلة خليفة يحسل مال حسيا لا يعده عدا حتى تقي الأرض خيراتها وكنوزها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث وعليه فكل هذه المراحل من العلامات الصغرى لم تقع بعد وبداية العلامات الكبرى يظهر المسيخ الدجال وبيننا وبين ظهور المسيخ الدجال يعني مراحل ليست قليلة وليست هينة ومتغيرات ضخمة في الحياة البشرية لابد أن تقع أولا قبل أن ننتقل إلى مرحلة العلامات الكبرى التي يبدأها ظهور أكبر الدجالين في التاريخ حتى إذا كان ظهور الدجال ومن العلامات الكبرى فإن من العلامات الصغرى أن يظهر قبله أن ينتشر قبله الدجال أن البضاعة للمسيخ الدجال سيأتي بها للبشرية إلى الأرض سوف يسبقه دجاجلة آخرون بمثلها فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن بين يدي الدجال سلاسين دجالا إذن في دجاجلة كثر في العلامات الصغرى ما طبيعة الدجل هذا الذي سيسبقه الدجل قلب الأمور عن حقائقها وتصوير الباطل على أنه حق والحق على أنه باطل في كل شيء وفي كل مسألة من منظور ديني يعني هؤلاء الدجاجلة كلهم من منظور ديني سيأتونه يعني ليس فقط من منظور ديني حتى في الحقائق الاجتماعية وفي الحقائق السياسية سوف يحرفون عن وجهها ويقلبون عن حقيقتها والأشياء المهمة تحول أو تصور على أنها تافئة والأشياء التافئة تصور على أنها مهمة والشخصيات الساقطة التي لوزنا لها توافي والناس يصورون على أنهم زعماء وحكماء ورؤساء وكبراء وخبراء في حين أن العلماء الحقيقيين يصورون على أنهم مجرمون وكذا فتنقلب المعيير والدجاج لها أولئهم الذين يديرون انقلابها في أعين الناس ثم تجتمع كل هذه المحاولات الدجال في أكبر دجال في التاريخ والمسيح الدجال أكبر كذاب في التاريخ ويكون ظهوره بداية العلامات الكبرى فما زال بيننا وبين العلامات الكبرى شوط من العلامات الصغرى لم يتحقق بعد ولا بد أن يتحقق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما أسلفت قبل قليل دكتور حاتم بأن الحديث عن نهاية الزمان أو القيامة ليس مقتصرا على الإسلام وإنما كل الأديان حتى بما فيها الوضعية ومن ذلك هناك نظريات علمية في الغرب صغطها السينما الأمريكية في شكل أفلام مصورة عن أحداث نهاية العالم ونهاية الزمان السؤال هو دكتور يحسن السؤال عن المقارنة بين المنهج الإسلامي في تقرير مسائل الساعة والمنهج الأخرى وخصوصا الغرب الآن والله كثير من النظريات الغربية هي تتحدث عن توقعات وتوقعات كثيرا ما أخطأت يعني كم مرة صدرت أحاديث عن اقتراب انفجار الأرض وعن استضام الأرض بكوكب ضخم في مساره إليها وعن أن نهاية العالم ستكون في 1998 وبعد ذلك في 2004 وبعد ذلك في كذا كل خمس ست سنين يظهر في الغرب طرح من هذا النوع يقول أنه في حدث علم ما سيترتب عليه انفجار الأرض أو انهدام الأرض أو تفكك الأرض ونهاية الحياة وهذه كلها أشياء تعتمد على إرهاصات وإشارات فلكية في كل الأحيان حتى الآن لا تتحق وبالتالي فأنا أنظر بمنظر الشك الكبير إلى هذه المحاولات إلا ما كان منها جزءا من البشارات النبوية أو الأخبار النبوية التي أخبرها النبي النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وبالتالي يعني مجرد توقع حدوث حدث كون ما لا يكفي إطلاقا للقطع الجزم بأنه بالفعل سيكون الحدث الذي يؤذن بنهاية الحياة وقيام الساعة والقوم يعملون متجردين من كل هذا العلم الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى وإنه العلم للساعة اشارة هذا علم أشاراته الصغر علم أشاراته الكبرى علم حصولها علم أذن الله لنا في العلم الأول علم الأشارات الصغر في العلم الثاني علم الأشارات الكبرى ومنع عنا العلم الثالث واستأثر بي لنفسه وعلمه قيام الساعة كيف ستقوم من أي بداية أين طرف الخيط ما أوله انهدامها من ناحية العلمية نعم نعلم الأثر لو طلوع الشمس من مغربية لكن من الذي سيحدث حتى تطلع الشمس من مغربية حجب الله عننا هذا العلم ولم يخبرنا به وبالتالي لا يمكن للبشر أن يقطعوا بتفسير علمي يبين اللحظة الدقيقة أو الموعد الزمني لقيام الساعة لأن هذا علم نستأثر الله عز وجل به لنفسه وتحدى به جميع البشر فلم يستطع أحد منهم أن يقترب من هذا العلم وكل البشارات أو الإشارات المبنية على إرعاصات هلمية ثبت عبر التاريخ خطأها تباعا طيب كيف ينبغي للمسلمين أن تكون حالهم مع علامات الساعة وأشراط الساعة من حيث إدراكهم من حيث سلوكهم من حيث أخلاقهم من حيث علومهم هو لا رأيب أنه كلما تتابعت علامات الساعة على النحو الذي نعيشه واجب على المسلمين أن يحذروا وأن ينتبهوا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حمرة في السماء أو صفرة رؤية ذلك في وجهه وهرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم مخافة أن تكون رغم علمه الدقيق صلى الله عليه وسلم بأن زمانه ليس زمان الساعة وأن العلامات الصغر على كسرتها لم يقع أكثر في زمانه فمبالنا بالعلامات الكبرى لكنه كان يضع المنهج الذي يعلم به المسلمين كيف يتعاملون مع ظهور هذه العلامات فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى تغيرا ولو بسيطا في الحياة هرع إلى الصلاة وإلى التوبة إلى الله رب العالمين حتى يعلمنا أن نفعل ذلك فكلما رأى المسلمون التابع الآيات واجب عليهم أن يجددوا دينهم واجب عليهم أن يراجعوا دينهم واجب عليهم أن يتوبوا إلى ربهم واجب عليهم أن يحسنوا علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ينظروا ما سقط من دينهم فيعيدوه وما تمزق من دينهم فيصلحوه ويحاولوا أن يقيموا الإسلام في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم على نحو الأمثل كلما رأينا اقتراب الساعة واجب على الناس أن يتماسكوا وأن يتعاونوا لأنه في فتن كثيرة ستتعرضوا لها المجتمعات ولابد من أن يتعاون الناس ويأخذ أحدهم بيد أخيه في هذه المراحل الصعبة كلما رأينا اقتراب العلامات لابد أن يكون تمسكنا بالدين وبمعطيات الدين عقيدة وشريعة أعظم مما سبق أنه لا يعصم الناس في هذه المراحل إلا فهمهم لدينهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أزيفة الذي يتحدث عن علامات الساعة في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم لا يأنجو منها إلا من كان عرفاها من قبل وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أعظم الفتن ليس فقط ظهور الدجال وإنما أنه يظهر والناس لا يذكرون والناس لا يعرفون وأنه يظهر الدجال ولا يكاد يذكروا في الأرض وفي الواقع الأخرى ولا يذكروا على منابير المسلمين وبالتالي كيف يتعامل الناس مع هذه الفتنة تعاملها صحيحا إذا كانوا لا يعرفون ما قاله النبي بحقها وما قاله النبي بشأنها إذا ناخي الكريم يعني التعامل باختصار شديد ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الدين الرجوع إلى الله توبة وتعبدا ورجوع إلى الدين فهما وتمسكا فإنه لا عاصمة من هذه العلامات ومن هذه الفتن ومن هذه الملاحم ومن هذه الأحداث إلا برجوع الاحتماء بجنب الله رب العالمين سبحانه وتعالى الرجوع إلى الدين فهما كما ذكرت دكتور هل ينبغي على المسلمين عينيا على كل مسلم أن يتعامل مع أشراط الساعة علما وفهما أم أن قيام فريقا من المسلمين بفهم علامات الساعة وعلمها وتعلمها يجب عن باقي المسلمين القضية علم علامات الساعة وأشراطها ليس من العلوم السهلة وإنما هو من العلوم الصعبة جدا ولعلك تلحظ أن عبر التاريخ حتى المعاصر الذي عشناه كان الناس بما في ذلك الباحثون والعلماء يتحاشون الدخول في هذا الباب وظل باب الفتن والملاحم في كتب السنة بالنسبة إلينا خارج المقرر سواء المقرر الدراسي ولا حتى المقرر الوعظي ولا على أي مستوى من المستوى ما وجه الصعوبة دكتور؟ وجه الصعوبة يا أخي الكريم أن البشارات فيها كثيرة جدا الأحداث كثيرة جدا الأشخاص والأسماء كثيرة جدا الأماكن والمواقع كثيرة جدا وأن كثير من هذه الأحداث تحتاج إلى تفسير فيها درجة عالية من الرمزية فيها شفرة فيها كلمة سر مش قادرين ندركها إنه إذا تعملت مع النصوص الجزئية دون أن ترسم صورة كلية لهذه الأحداث وتضع كل نص في موضع من هذه الصورة الكلية يتعذر عليك أن تفهم هذه النصوص الجزئية وتجدوها متعارضة تمام؟ ولذلك علماء السنة رأوا أنهم يجمعوا هذه الأحديث في باب على حدة وأحيانا وفي كثير من الأحيان يعني أفردوها بالتصنيف في أجزاء في مصنفات خاصة به ولم يضعوها في عموم كتب السن أو كتب التاريخ أو كتب السيرة ومن ثم فإنه في محاذير كثيرة وفي منهجية مختلفة للتعامل مع هذه الأحاديث ومع هذه الروايات لها منهجية مختلفة عن منهجية استخراج الأحكام التي اعتدن عليها في الأبواب الأخرى من السنة النبوية منهجية تقوم على القراءة الكلية تقوم على توظيف النص الجزئي تحت مظلة القاعدة الكلية التي ثبتت في أحداث آخر الزمان تقوم على عدم المجازفة في التنزيل الجزئي لنص جزئي على وقعة جزئية تقوم على الانشغال بالسياق العام وليس الانشغال بتحديد أسماء الأشخاص أو بلدانهم أو أماكنهم أو تواريخ الحوادث أو الربط بين حدث في السنة وحدث في الواقع يعني التعامل الكل مقدما بشكل كامل على التعامل الجزئي كل أزيد ضوابط المنهجية يصعب على أحد الناس أن يستوعبوها ويطبقوها فالتعامل مع هذا العلم إنما ينبغي أن يكون للمتخصصين وليس فقط للمتخصصين وأيما للمتخصصين بدوابط خاصة جدا تزيد على ضوابط التخصص العام في علوم الشريعة قد يسأل السائل يعني لماذا ذكرت الشريعة أو جاءت النصوص بالحديث عن علامات الساعة ما الحكمة ما الغاية ما المقصد لأن الناس سيسألون عن ذلك بالضرورة وأحد الأسئلة التي سيتواجه بها أي رسالة دينية عبر التاريخ يعني كانت لماذا خلقنا الله من خلقنا وكيف خلقنا لماذا خلقنا ماذا بعد هذه الحياة كيف ستنتهي هذه الحياة فبطبيعة الحال الإنسان سيسأل والفطرة التي في داخله والعقل الذي وهبه الله إليه سوف يطرح هذه الأسئلة كيف ستنتهي هذه الحياة وماذا بعد انتهائها كيف ستكون أحداث النهاية كيف نعرف أن النهاية اقتربت ماذا نفعل عند حدوث أحداث النهاية كل هذه أسئلة منطقية سيسألها الناس ولذلك الشرع يعني يجيبهم عنها قبل أن يسألوا حتى يطمئنوا إلى العلم بها ويعرفوا كيف يتعملون معها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لحزيفة وسيدنا حزيفة هذا قصة كبيرة سيدنا حزيفة شغلته هذه الأحداث فكان يسألوا عنها حتى صار أكبر رواةها يتهيأوا لي أكثر من نصف روايات أحداث العلامات الصغرى والكبرى وأحداث الساعة مروية عن حزيفة لأنه كان قد انشغل بهذا العلم وتخصص فيه بين الصحابة فكان النبي لعلمه برغبة حزيفة وتخصوص هذا يأتمن على كثير من الأحاديث والأحداث والبشارات المتعلقة بأحداث الساعة أنا أريد أن أقول أنه يقول لحزيفة في أحد الأحاديث حتى يقول الناس عندما تتتبع عليهم الفتر حتى يقول الناس هل كان نبينا قد أخبرنا من ذلك شيئا إذن أخي الكريم في إلحاح من البشر في السؤال عن هذه الأحداث وفي محاولة معرفتها وقد استبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإلحاح البشري وهذه الحاجة البشرية ببيان أحداث الساعة سواء أشراط صغرى وأشراط كبرى أو حتى أحداث للقيامة نفسها ما الأثر المترتب على الإيمان بعلامات الساعة والتدبر فيها هذه العلامات والتوجيه النبوي لها وتوجيه تربوي تماما يغرس في نفس المسلم مصيرية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أنها علاقة لا بديل عنها ولا أجين عنها أن يكون قريبا من الله ملتزما بأوامره ونواهي هذه واحدة الثانية أن علامات الساعة لا تؤرس المسلم الخوف ولا القعود عن العمل أنه إحدى الآفات التي تضرب الناس بأشارة أنه إذا عرف أنه في قائد في آخر الزمان يجمع الأمة وينصر الله بالأمة على أعدائها يقول خلاص خلينا نجلس وننتظر هذا القائد النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الروحة للمسلمين تماما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة ليس فقط إذا تحققت علاماتها وأشراطها إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة والفسيلة النخلة الصغيرة ومعلوم أنها تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تكبر وتسمر وخلاص الساعة قامت فما قيمت أن تغرس فسيلة والساعة قامت لا قيمة له لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها إن كان لديه بضع ثوان من الوقت حتى يغرسها في الأرض فليغرسها نحن أمة تعمل وأمة تعبد ربها وأمة تطيع الله حتى النفس الأخير ونحن نعمل في إصلاح الكون وفي عمارة الأرض حتى النفس الأخير ونتعبد بذلك الله عز وجل وهذا معنى تربوي مهم جدا أنه ليس المقصود من علامات الساعة أن الناس تعتكن إلى هذه العلامات ولأن الناس تقعد عن العمل ولأن الناس تيأس ولأن الناس تصب الإحباط وإنما أن يظل الإنسان متعلقا بالأمل لأن الأمل جزء من الإيمان وبالتفاؤل لأن التفاؤل من علامات الإيمان كذلك كما أخبر النبع الصلاة وبالعمل الجاد المخلص حتى النفس الأخير لأن علامات الساعة ليست عوضا عن جهد البشر في طاعة ربهم وعمارة أرضهم نعم لعمري حديث الفسيلة حديث بعيد الأثر ومنهج حياة متكامل وصلنا إلى ختم هذه الحلقة دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية شكرا جزيلا لك كل الشكر لكم مشاهدين الفضلاء في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة